فيما كانت أعداد المعاقين في اليمن لا تتجاوز 12% خلال العام 2014 لكنها وصلت حتى العام الجاري إلى أكثر من أربعة ملايين معاق تلك هي التداعيات الكارثية التي أفرزتها الحرب الحوثية خلال الست سنوات سخرت الجماعة خلالها أغلب الدعم الإنساني لعادة تأهيل جرحاها مع تجاهل الآلاف من ذو الإعاقة من بقية الفئات اليمنية مصادر مطلعة في صنعاء كشفت أن الميليشيا صعدت خلال الفترة الماضية من حجم انتهاكاتها وتعصفها وفسادها بحق الصناديق والجمعيات والمؤسسات الخاصة بذو الإعاقة في صنعاء فيما اتهمت تقارير محلية الجماعة بمواصلة استغلالها للمعاقين في مختلف المناسبات من خلال حشدهم للمشاركة بمسيرات مؤيدة لها أو عبر إحياء فعالياتها التعبوية التي تنظمها ما بين الحين والآخر انتهاكات الجماعة بحق تلك الشريحة الأشد ضعفا في اليمن تنوعت بين الحرمان من الرعاية والمساعدات وإغلاق العشرات من الجمعيات واستبدالها بأخرى حوثية وإقصاء قيادات من إدارة بعض الصناديق والمؤسسات عاملون في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء كشفوا عن نهب الجماعة قبل ستة أسابيع لأموال وكراسي متحركة كانت قد قدمتها منظمات إنسانية في صورة مساعدات للمعاقين وقامت بتوزيعها على جرح الميليشيات العائدين من جبهات القتال فضلا عن إصطار قاتة الجماعة المعليين في الصندوق توجيهات بصرف أموال من ميزانيته لصالح المجهود الحربي في وقت يحرم فيها المئات من المعاقين من الحصول على أبسد حقوقهم وفي الوقت الذي يحتفي فيها العالم في الثالث من ديسمبر باليوم العالمي للمعاقين في تعبير عن التضامن مع تلك الشريحة من المجتمع وتشجيعا لها على مواصلة الحياة والتغلب على الظروف الصعبة أغلقت ميليشي الحوثي أكثر من ستين منظمة ومؤسسة وجمعية مدنية وخيرية كانت تقدم الدعم والرعاية والخدمات للمعاقين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة وبحسب تقارير حقوقية فإن تسعين في المئة من إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن باتوا يعيشون تحت خط الفقر إضافة إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا يتلقون قبل الحرب رعاية صحية وتعليمية ونفسية عن طريق جمعيات خيرية ومنظمات محلية إلا أنه في الوقت الحالي تتزايد المخاوف من ارتفاع نسبة المعاقين في اليمن